إذن أنا أقول بأنه المرحلة وأعتقد أن أجتم من البيان أن هناك تطور كبير في العمل العربي المشترك وأن هناك شعور بالحاجة إلى بعضنا البعض وأن لا أحد يحمي الدول العربية إلا بنفسها ولذلك أنا لما سمعت بعض الكلمات لبعض الرؤساء الدول ومنهم عباس أو بالنسبة إلى الرئيس اللبناني الحقيقة حز في نفسي دول عربية كأنها تشتكي أو تستنجد بالعرب المفروض الآن هذا الموضوع هذا يؤخذ بالجدية اللازمة وموضوع فلسطين الآن يوضع على الطاولة بكل وضوح وننصر كدول عربية ننصر فلسطين ليس بالأقوال ونمدها بكل ما يمكن أن يمد لها بدون استحياء وبكل وضوح الدعم هذا الذي الآن كأننا نستحق أو أننا نخاف أو نهب يبدو أن هذا الموضوع ينبغي أن نتجاوز في المرحلة هذه والجزائر والجزائر دائمة في كل الظروف يلي تغير موقفها ولكن ربما هناك الآن مستجدد ساعدة الجزائر وهناك دول عربية بعد عشرات السنين من تجاربها مع بعض القوى الهيمنة عادت إلى أنا أقول عادت إلى الصف العربي وعادت إلى القضية الفلسطينية لأن قبل سنوات كان المسار نحو التطبيع الكلي طبعت خمس دول وما هي الدول التي ستأتي فيما بعد نقول لهؤلاء أن مرحلة التطبيع قد دفنت وجاءت الآن مرحلة التحرير ومرحلة إقامة الدولة الفلسطينية بكامل حقوقها وأنا أقول وأتحمل مسؤولية قولي لا ألزم لا أي جهة أن مشروع المقاومة هو المشروع الذي يركع إسرائيل مشروع المقاومة هو الذي يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني ولولا مشروع المقاومة قال الشعب الفلسطيني يباد، يهان، يضلم، يستعبد ولذلك على الدول العربية أن تدرك بأن الحصن الحصي لشعب الفلسطيني هو مشروع المقاومة وأن تدعم المقاومة بكل فصائلها ويبدو أن الشعب الفلسطيني أدرك الآن كل طوى كل مكوناته بأن المشروع الحقيقي هو مشروع المقاومة أما مشروع المفاوضات فنتائجه كانت واضحة مزيد من الظلم مزيد من القتل مزيد من التشريد مزيد من الهيمنة وتزامنت أقدار الأقدار تزامنت القمة العربية أو بيان القمة العربية مع فوز المتطرفين الآن في إسرائيل معنى ذلك أن المواجهة ينبغي أن تكون في مستوى التحديات